وبالذات طلحة له دور بارس في الاعتراض على تولية عمر سيأتي إن شاء الله ولكن الآن هذا الخبر خبر في الطبقات الكبرى صحيح عن عائشة ماذا علق عليه الألباني الألباني في كتابه إرواء الغليل برقم 1642 كتب بالنص هكذا بعدما ساق هذه الرواية قال أو هذا الخبر قال صحيح الخبر صحيح أخرجه ابن سعد في الطبقات ثم بعد ذلك هو يناقش يعني بعد فترة يناقش يقول قلت وهذا سند ضعيف عبيد الله هذا هو أبو الحسين القداح وليس بالقوي كما في التقريب لكنه لم يتفرد به فقد رواه صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة به نحوه وصالح بن رستم هو أبو عامر الخزاز وهو في الرواية نحو القداح قال الحافظ صدوق كثير الخطأ قلت فأحدهما يقوي حديث الآخر لا سيما وأصله عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم فمن هذا المجموع الحديث صحيح والطرق لهذا الحديث يقوي بعضها بعضا أكثر فأكثر منها الطريق الذي لدى البلاذري في أنساب الأشراف في المجلد العاشر الصفحة 304 حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا أبو عاصم النبيل أنبأ عبيد الله بن أبي زياد دعا يوسف بن ماهك عن عائشة أم المؤمنين قالت لعنها الله لما حضرت أبي الوفاة استخلف عمر فدخل علي وطلحة أو قالت الزبير وطلحة يعني هناك احتمالا لا يكون علي عليه السلام من جملة الداخلين على أبي بكر في هذا الموقف وهو الأصح عندنا بالمناسبة أو قالت الزبير وطلحة فقالا من استخلفت قال عمر قالا فماذا أنت قائل لربك قال أبي الله تفرقاني أنا أعلم بالله وبعمر منكما أقول استخلفت عليهم خير أهلك وطريق آخر صحيح متصل رجاله ثقات بشهادة الحافظ ابن حجر يعني حتى انقطاع ليس في هذا الطريق في كتاب المطالب العالية لابن حجر ابن حجر العسقلاني المعروف الحافظ برقم 3880 قال إسحاق إسحاق اللي هو ابن راهوي أنا يعني أنبأنا عبد الرزاق عبد الرزاق شيخ أحمد الصنعاني أنبأنا معمر عن الزهري عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عن أسماء بنت عميس قالت دخل رجل وهذه تحتها خط دخل رجل الرجل دخل من هو هذا الرجل لماذا هنا أيضا حذف اسمه مو مشكلة مهما تحذفون مهما تلعبون تنكشفون وتنفضحون لأنه إذا واحد اثنين اثلاثة حذفوا الأسماء تفلت من واحد رابع من راوي آخر من محدث آخر من كذا تروح تجمعها أنت تكتشف فكانت يعني لعبة تافية صراحة غبية أما هنا دقيقوا قالت دخل رجل هاي رح نعرف من هو هذا الرجل فيما بعد قالت دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر وهو يشتكي في مرضه فقال له استخلفت علينا عمر وقد هذه تحتها خط عريض لازم بالأحمر مضبوط هذا لأن هذا هو صلب ورقتنا البحثية الآن هذه هي المفاجأة وقد عتى علينا عتى علينا عتوة ولا سلطان له إلى الآن ما صار سلطان فكيف لو ملكنا كان أعتى وأعتى هذه امتحتها خط عريض فكيف تقول لله إذا لقيته فقال أبو بكر أجلسوني فأجلسوه فقال أبي الله أنا كاثبين تعرفوني الظاهر غلط لا تصحيف هذا تفرقوني أو تفرقوني يعني تخوفوني قال أقول إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك هنا لاحظ ابن حجر بماذا علق على هذا قال رجاله ثقات